السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تنميز تنميزات الصف الأول الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح مع بعض الدرسان 91-92 طرح مضاعفات العدد 10 من الأعداد المكونة من رقمين من منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد الدرسان 91-92 ألف طرح مضاعفات العدد 10 من الأعداد المكونة من رقمين كيف تطرح 56-20 56-20 نستخدم يا أولاد مخطط المئة في إجراء عملية الطرح نستخدم يا أولاد مخطط المئة في إجراء عملية الطرح نبدأ من العدد 56 ثم نقفز صفين إلى أسفل حتى نصل إلى 36 نقفز صفين إلى أسفل حتى نصل إلى 36 نقفز صفين إلى أسفل حتى نصل إلى أسفل حتى نصل إلى أسفل حتى نصل إلى 36 نقفز صفين إلى أسفل حتى نصل 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 إلى أسفل حتى المسألة الثانية يا ولاد 70-10 نقف عند خط الأعداد مخطط العدد 100 نقف عندي 70 ننزل لتحت يا ولاد صف واحد كل صف بعشرة يا ولاد فننزل لأسفل صف واحد نقف عندي نلقي نفسنا وضع عندي 60 يبقى 70-10 60 70-10 كام يا ولاد 60 ستة وتسعين ناقص اربعين ندور على الستة وتسعين في مخطط المية ادي الستة وتسعين ناقص كامل اربعين يبقى ننزل اربع صفوف فنقولوا واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى كده وقفل عند كامل يا ولاد احنا وقفل عند ستة وخمسين يبقى نقوله ستة وتسعين ناقص اربعين خمسة ستة وخمسين ستة وكم يا ولاد ستة وخمسين يبقى احنا كده نزلنا عملنا يا ولاد وقفل عند ستة وتسعين وعدنا لتحت اربع صفوف نقولوا واحد اتنين تلاتة اربعة وقفل عند ستة وخمسين يبقى ستة وتسعين ناقص اربعين ادينا ستة وخمسين نشاط اثنين اطرح كما بالمثال الطرح باستخدام القيمة المكانية فعنديني اولاد رقم تمانية وستين ستة عشرات تمانية احد ناقص اربعين اولا نبدأ بطرح رقم الاحد يا اولاد فهنا تمانية احد ناقص صفر احد ادينا تمانية احد بعد كده نبدأ بطرح العشرات فنقوله ستة ناقص اربعة اتنين يبقى يبقى عندنا كده يا اولاد تمانية وستين ناقص اربعين تمانية وعشرين طيب يبقى عيفنا نعمل ازاي يا اولاد نبدأ بطرح الاحد وبعدك نطرح ايه العشرات هنحل مع بعض المسائل اول حاجة جيب لك تسعين ناقص خمسين احد سف ناقص صفر سف تسعة ناقص خمسة يدينا اربعة يبقى الرقم اللي عندنا اربعين طيب هنا سبعة وسبعين ناقص تلاتين سبعة ناقص صفر سبعة وسبعة ناقص تلاتة اربعة يبقى الرقم اللي عندنا سبعة واربعين طيب نيجي هنا اولاد ستة وخمسين ناقص عشرين ستة ناقص صفر ستة خمسة ناقص اتنين تلاتة يبقى ستة وتلاتين نيجي بعد كده اولاد اربعين ناقص عشرين نطرح الاحد سف ناقص صفر سفر اربعة ناقص اتنين اتنين يبقى عندنا كام عشرين طيب هنا اولاد اربعة وثمانين ناقص اربعين اربعة ناقص صفر اربعة وتمانية ناقص اربعة اربعة يبقى اربعة واربعين نيجي هنا اولاد خمسة وعشرين ناقص عشرة نطرح الاحد خمسة ناقص صفر خمسة طيب اتنين ناقص واحد واحد يبقى الناتج خمستاشة الدرسان واحد تسعين اتنين وتسعين به لاشكال سنائية الابعاد ده يولاد اسمه اسلهело seconds فيقول لك انا مسلس المسلس ياولاد له ثلاث اضلاع ده اسمه ضلع وده اسمه ضلع وباليه ثلاث اعطا سلاسه اضلاع له ثلاث رؤوس ده اسمها رأس وده اسمها رأس وده لا ايه وده اسمها رأس ده بالنسبة للمسلس نيجي هنا اولاد ده اسمها الدائرة الدائرة انا دائرة نجي هنا اولاد داء مربع انا مربع المربع يولاد اضلاع وكد بعض اضلاع اولاد كد بعض ولي اربع اضلاع 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 قابلين متساويين يعني الضلع ده يساوي الضلع ده والضلع ده يساوي الضلع ده يبقى كل الضلعين جبال بعض يا أولاد كد بعض في الطول وليه أربع رؤوس وليه إيه أربع رؤوس نشاط واحد تتبع النقاط لكتابة أسماء الأشكال هنا هنا يا أولاد ده إيه مربع فنكتب هنا نضغط على الكلمة مربع طيب هنا يا أولاد أشكال ده اسمه أشكال مستطيل يبقى نضغط على كلمة مستطيل هنا يا أولاد الأشكال البعض كده دائرة فنضغط على كلمة دائرة والأشكال ده يا أولاد مسلس فنضغط على كلمة مسلس خصائص الأشكال سنائية الأبعاد اول حاجة اولاد المربع ايه خصائص المربع او ايه اللي بيميز المربع اول حاجة المربع اولاد له اربع رؤوس زي ما احنا قلنا النقطة التقاية الضلع بالضلع ده اسمها رأس يبقى ده رأس اتنين تلاتة اربعة يبقى له اربع رؤوس له اربع اضلاع يبقى الضلع ده اتنين تلاتة اربعة يبقى له اربع اضلاع طيب هنا يا أولاد جميع أضلعوا لها نفس الطول جميع أضلعوا لها إيه لها نفس الطول يبقى المربع له أربع رؤوس له أربع أضلع وجميع أضلعوا متساوية في الطول طيب يعني يجي بعد كده يا أولاد المسلس المسلس له ثلاث أضلع وله ثلاث رؤوس طيب الدائرة يا أولاد الدائرة لها خط منحنى مغلق يبا الدائرة خط منحني مغلق خط يولاد منحني مغلق ليس لها رؤوس الدائرة ليس لها رؤوس ليس لها يولاد رؤوس يعني يجي المستقيل المستقيل يولاد له أربع أضلاع له أربع رؤوس يبا أربع أضلاع وأربع رؤوس كل الضلعين يا أولاد متقابلين متساويين في الطول يعني التظلع بدء يساوي في الطول والضلع بدء يساوي في الطول بكل تظلعين متقابلين متساويين في الطول ده بالنسبة لي أولاد خاصية الأشكال صنعية الأبعاد اللي هي المربع والمستطيل والمسلس والدائرة نشاط اتنين ضع دائرة حولها عدد الرؤوس الصحيح لكل من الأشكال الآتية ده شكله يا أولاد ده شكله مستطيل المستطيل لي كم رأس قلنا نحن لي أربعة فنحط دائرة حوالينا أربعة الدايرة لها رؤوس ليس لها رؤوس فنحط دائرة حوالينا سفر الشكل ده يا أولاد مربع المربع لي كم رأس لأربع رؤوس فنجي هنا الشكل ده مسلس ونحن نقول المسلس لي كم رأس له تلت رؤوس فنحط دائرة حوالينا ثلاثة نشاط ثلاثة اضع دائرة حولها عدد أضلاء الصحيح احبنا كده عايزين عادل اضلع ده شكل ايه مستقيل المستقيل ليه كم ضلع لاربعة فنحط داير حوالين الاربعة ده شكل ايه مسلس المسلس ليه كم ضلع ليه تلاتة فنحط داير حوالين التلاتة ده شكل ايه مربع والمربع ليه كم ضلع يا ولاد لاربعة فنحط داير حوالين رقم اربعة نشاط أربعة صيل كل شكل بما يناسبه. كما بالمثال هنا أولاد يجب هنا يقولك أربع أضلاع جميع الأضلاع متساوية في الطول. والله أربع رؤوس ده مين ؟ ده المربع. توصلوا بالمربع يعني يجب بعد ذلك يقولك أربع أضلاع كل الضلعين متقابلين متساويين في الطول واربع رؤوس ده مين ده ياولاد ده المستطيل يبقى نوصله بمين ياولاد نوصله بالمستطيل طب هنا ياولاد بيقولك ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس ده مين ياولاد ده المسلس يبقى نوصله بالمسلس طب بعد كده ياولاد عندنا بيقولك خط منحني مغلق لا توجد رؤوس ده مين ياولاد ده الدائرة فنوصله بالدائرة نشاط خمسة تتبع النقاط لرسم كل شكل ثم يرسمه بنفسك فهنا ياولاد مربع ندوس على النقاط دي وده هي رسمنا المربع هنا ياولاد مسلس نضغط على النقاط دي ياولاد ونرسم مسلس هنا بعد كده ياولاد دائرة ونرسم دائرة وبعد كده المستقيل نضغط على النقاط المستقيل دي ياولاد ونرسم مستقيل زيه نرسمه بالمسطرة نشاط 6 يقولك تلون الشكل تابع لمفتاح التالوين هنا ياولاد مفتاح التالوين بيقولك ايه نشاط خمس باللون الأصفر نشاط خمس مسلس 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 وهنا ياولاد مسلس وسنروونه باللون الأصفر الدائرة باللون الأحمر هذه الدوائر اللي في الشكل المستقيل باللون الأخضر وهذا ياولاد المستقيل المستطيل ده والمستطيل ده وهذه هنا يبقى الرسمة بتاعتنا زي الرسمة دي بحنا عجبية التلوين بتاعنا زي الرسمة دي وكده يولاد وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معانا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الأول لابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة والتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته